تقدم جديد تعلنه القوات الروسية في شرقي أوكرانيا وهذه المرة في لوغانسك والتي ضمتها روسيا بالإضافة إلى دونيسك وزابوريجيا وخيرسون إلى أراضيها بعد أشهر من الحرب التي بدأت في شباط فبراير من عام 2022 وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان الاثنين أن قواتها تمكنت من السيطرة الكاملة على قرية بيلوغوروفكا في لوغانسك في تقدم هو الأحدث خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة ويأتي هذا التطور تزامنا مع مواصلة موسكو شن هجومها البري على منطقة خاركيف التي تضم ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد العاصمة كييف إذ تشير التقارير الواردة من هناك إلى تحقيق القوات الروسية مكاسب ميدانية لافتة وسط إقرار من المسؤولين الأوكرانيين بصعوبة الوضع على الجبهة في سياق متصل قال الجيش الأوكراني أن قواته نجحت بإسقاط 29 طائرة مسيرة روسية في أجواء ميكولايف ولفيف في هجوم طال كذلك منطقتين أوديسا وبولتافا إضافة لخاركيف التي تعرضت لضربة بصاروخ باليستي هجمات ردت عليها أوكرانيا باستهداف عدة مناطق ضمن الأراضي الروسية إذ أفاد الإعلام الرسمي في روسيا بتضرر مصفات سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار إثر هجوم بطائرة مسيرة وتزامن ذلك ما إعلان السلطات المحلية في بيلغورود وكورسك جنوب غربي روسيا تصدئ الدفاعات الجوية لهجوم شاركت فيه سبع طائرات مسيرة قالت وزارة الدفاع إنها دمرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر